لا أحد يعرف حتى الآن من أطلق الرصاصة الأولى لكن المؤكد أن أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم وفي العديد من مدن البلاد ولا يزال الضحايا يتساقطون قتلى أو جرحى البداية كانت خلافات بين الجيش السوداني الذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي ومن شاء الخلاف كان خطة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي بين العسكريين والمدنيين إذ رفض حميدتي تلك الخطة واقترح مد أمد عملية الدمج إلى عشر سنوات الأمر الذي عطل توقيع الاتفاق لمرتين قبل أن تشتعل المواجهات وبحسب مراقبين فإن خطة دمج قوات الدعم السريع في الجيش يعني بالتبعية خسارة نفوذ ومصادر تمويل تلك القوات التي تمول نفسها بإدارة مناجم للذهب في أنحاء السودان وفقدان النفوذ والذهب قد يعني عملياً الإطاحة بحميدتي الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس السيادة اللافت أن الجيش وقوات الدعم السريع يتصارعان على سلطة لا يملكان الحق فيها بل إن الاتفاق السياسي الذي مقرراً توقيعه بداية الشغل الجاري كان يتضمن خروج العسكريين من الساحة السياسية إلى أن ذلك في ظل ما يجري الآن بات من الصعوبة بمكان كما بات من الصعوبة كذلك التنبؤ بمستقبل العملية السياسية في السودان هو صراع على السلطة والنفوذ بحسب ما يراه محللون صراع يحتدم دون النظر إلى مصالح السودانيين ومستقبل أبنائهم وحين تنتهي المعارك بانتصار أحد الجانبين العسكريين على الآخر فإن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هو الشعب السوداني